أن التصريحات السياسية الإسرائيلية شحيحة هذا النهار فاسمحي لورايدة أن أتطرق إلى تقرير إسرائيلي هام ورد اليوم في صحيفة دعوت أحرنوت وهي رسالة أوردتها الصحيفة نقلا عن طبيب عسكري إسرائيلي كان يعمل في قوات المظليين في قطاع غزة يتحدث عن أعمال نهب وسرقة واسعة لجنود الاحتلال الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين في قطاع غزة أعمال النهب تشمل أسرة الفلسطينيين حتى التلفزيونات والشاشات الأجهزة التكنولوجية كانت تشمل حتى ألعاب الأطفال وجيش الاحتلال الإسرائيلي كان يبرر هذا الأمر أو يرجعه إلى دواعي عملياتية لكن هذا الجندي يقول أنه شاهد شاشة أو تلفزيون بعد منصادرته من منزل أحد الفلسطينيين موضوعا في غرفة عمليات قائد اللواء وشاهد جنودا إسرائيليين وهم يشاهدون مباريات كرة قدم على هذه الشاشات كذلك يتحدث عن سرقة ومصادرة هواتف الفلسطينيين والدراجات في تلك المنطقة وكذلك الدراجات النارية ويبدو أن هذه الظاهرة منتشرة في قطاع غزة وليس في اللواء الذي يتحدث عنه هذا الطبيب فكرا أحمد روش مراسل عربي من القدس على هذه المنطقة